صلى الله وزادثنا عليك يا رسول الله يا من بهدى أسرار حياة اشبع لنا يا حبيبا لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا جئتنابه نسألك علما الخائفين منك وأخوف العالمين بك وبعد قال الإمام النوبي باب في مسائل من الصوم وقد عقد هذا الباب ليذكر بعض الأحكام الفقية المتعلقة بالصيام تفضل وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه هذا الحديث هو حجة لجمهور العلماء بأنه من نسي فأكل أو شرب وهو صائم بأن صومه صحيح فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه لكن الإمام مالك قال من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فقد أفطر قال لأن الصوم هو امتناع عن الطعام والشراب والجماع من الفجر إلى المغرب بنية فهذا الرجل لم يمتنع عن الطعام والشراب أكل أو شرب وتأول هذا الحديث قالوا طيب لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث تأول هذا الحديث بأن المراد به الصوم اللغوي فقال إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه يعني فليتم إمساكه عن الطعام والشراب فإنما أطعمه الله وسقاه لا إثم عليه وعليه لكن أن يعيد هذا اليوم لكن جمهور العلماء قالوا بأنه الناس لا حرج عليه رفع عن أمتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه فقالوا صومه صحيح ولا شيء عليه الإمام الشافعي قال هذا الحديث لصيام النفل وصيام الفرض كلاهما بمعنى واحد لأن الحديث لم يفرق قال إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه ما قال فليتم صومه المفروض أو فليتم صومه النافلة مطلق فقال سواء في فرض أو في سنة إذا أنت نسيت فأتم صومك فإنما أطعمك الله وسقاك لكن الإمام أبو حنيفي رضي الله تعالى عنه قال هذا الحديث خاص بالفريضة أما بالسنة فقد أفطر عليه أن يعيد هذا اليوم ومن الطرائف واللطائف في هذا الحديث رابي الحديث سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه جاء إليه شاب قال له يا صاحب رسول الله إني أصبحت اليوم صائما فدخلت إلى أمي فرأيتها تشرب اللبن فقدمت لي فنسيت فشربت قال لا عليك يا ولدي شراب سقاكه الله قال ثم دخلت إلى أبي فرأيته يأكل فقدم لي طعاما نسيت أكل قال لا عليك يا ولدي طعاما أطعمك الله قال ثم ذهبت إلى زوجتي فرأيتها قد استعدت لي فوقعت عليها قال قم يا ولدي فأنت لا تعرف الصيام بعد يعني آكل وشارب مساوي كل المفترات فعلها بالإسلام أيها الإخوة في تيسير العلماء لما قرأوا أحكام الشريعة قرأوا آيات القرآن قرأوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وجدوا بأن هذا الدين قائم على ثلاث أسوس رئيسة الأساس الأول قلة التكاليف والأساس الثاني رفع الحرج والأساس الثالث التدرج في التشريع كل الدين قائم على هذه الركائز قلة التكاليف رفع حرج تدرج في التشريع من رفع الحرج هناك قواعد شرعها الشارع فمثلاً الخطأ لا يحاسب الإنسان عليه هذا من رفع الحرج على الإنسان المتعمد يحاسب لكن الخطأ ليس عليه إثم بعيد من هون بعيد من هون نسأل الله السلام والله لا يجري أذية أحد على أيدينا لو أن إنساناً صدم إنساناً بسيارته خطأاً يعني ولد عن بيقطع الشارع شب عن بيقطع الشارع فجاء سائق وضربه بس ضربه خطأاً ليس متعمداً ليس عليه إثم عند الله عز وجل لأنه الشريعة قامت على رفع الحرج الرجل ليس متعمداً لو كان متعمد فعليه إثم ووزر كبير أما وإنه قد أخطأ فلا إثم عليه طبعاً يتحمل تبعاته القضائية والدنيوية يعني هلا عليه أن يدفع له الدية وعليه أن يصوم نسأل الله السلام إذا كان هذا الرجل مات فعليه أن يصوم وعليه أن يدفع الدية هلا إذا ما مات عليه أن يتحمل يعني الضرر الذي لحق بهذا الإنسان لكن هو عند الله عز وجل ليس آثماً فرفعت الشريعة للإثم عن المخطئ هلا لو أن إنساناً السيقظة في الصباح وهيك يعني بين النائم واليقظان عم بيقول أدن الفجر لما ما أدن وظن أنه ما أدن فشرب بعد ما شرب وإذا السيقظة ينتبه وإذا الساعة خمسة ونص يعني مؤدن الفجر صلوه حين هذا مخطئ يعني أكل مخطئاً ليس عليه إثمان هلأ يترتب عليه الاتبع الدنيوية بأن هذا اليوم الذي قامه وقد شرب هذا الشراب يعني لم يصم فيه عليه أن يقضي هذا اليوم لكن ليس آثماً عند الله عز وجل يمسك باقي النهار احتراماً لنهار رمضان ويقضي بدل هذا اليوم ولا يثم عليه ومثله أيضاً من أفطر ظناً بأن المغرب قد أذن فات على بيته وإستمع الأدان فشرب بعدين أولاده قال له بابا هادي مؤزع الدمشق هذه إذاعة بلد آخر وكان يؤذن قبل عندنا هلأ هذا شرب متعمداً مخطئاً أفطر لكن لا إثم عليه رفعت الشريعة الإثم عن المخطئ وهذا فرق بين الناس والمخطئ المخطئ تعمد الطعام والشراب لكن الناس لم يتعمده نسي فأكل أو شريب فالشريعة رفعت الحرج عن المخطئ لأنها قائمة على رفع الحرج ورفعت الحرج عن الناس لو أن إنساناً حلف بالله العظيم ألا يدخل بيت فلان فنسي يمينه ودخل ما علي كفارة يمين تسامحه بالشريعة حلف على زوجته بالطلاق أن مثلاً لا يعطيها الأمر الفلاني نسي وعطاه الأمر الفلاني نسي بأنه حلف بعد بعد جمعة بعد جمعتين بعد شراب نسي أنه حلف وراح أعطاها هذا الشيء الذي كان قد حلف عليه لا يقع الطلاق الشريعة ترفع الحرج عن المخطئ وترفع الحرج عن الناس وترفع الحرج عن المكره نسأل الله السلام من هدد بتلف نفس أو عضوين فالشريعة رفعت عنه الحرج فلو طلق الإنسان زوجته مكره فإنه لا يقع طلاقه نسأل الله السلام لو أكره إنسان على التلفظ بكلمة الكفري جاز له أن ينطق بهذه الكلمة بس إكراح حقيقي يعني بأنه ممكن أن يقتل أو يتلف عضو من أعضائه جاز له أن يتلفظ بكلمة الكفري ولا إثم عليه سيدنا عمار بن ياسر إذا كنتم تذكرون بأن قريشا بقيت تعذبه وعذبت أباه وأمه وأمام عينيه قتلتهما وعذبت عمارا من أجل أن ينطق بكلمة الكفر فنطقه ظن عمار بأنه يعني خرج عن الدين في النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا بأس عليك وإن عادوا فعد طبعا ينطق بالكلمة لكن قلبه مطمئن بالإيمان في الشريعة رفعت الإثم والحرج عن المخطئ ورفعته عن الناس ورفعته عن المكره ورفعت أيضا هذا الإثم عن المجنون الذي لا يعقل وعن الطفل الذي لم يبلغ كمان رفعت عنهم الإثم والحرج لأن مبنى هذه الشريعة أيها الأخوة قائم على رفع الحرج من أجل هذا إذا أردت أن تكون ناجحا في شؤون حياتك إذا كنت مديرا إذا كنت مسؤولا عن مجموعة من العمال الموظفين الطلاب لا تحرجهم فرب العالمين وهو جل جلاله يعني لم يحرج عباده بل إن الله عز وجل إذا العبد أخطأ وأساء ذلك لا يحرجه فإذا تاب ينسي بقاع الأرض خطاياه بل إن الله عز وجل يمحو من صحائف سيئاته عماله السيئات والعلماء قالوا ما الفرق بين اسم الله تعالى الغفور واسم الله تعالى العفو قالوا الغفور هو الذي يحول بين العبد والذنب وبين العقوبة يعني عبد أذنب ذنبا المتوقع أن يعاقب فالغفور يضع حائلا بين هذا العبد وبين العقوبة لكن الذنب يبقى موجودا أما العفو هو الذي يمحو الذنب بالكلية لأنه مرات أنت الله بيخفر لك بس أنت بيظل لك عم تقلوم حالك وبتضلك عم تأنم حالك أنه أنت كيف فعلت كذا فالله عز وجل حتى لا يحرجاك ينسيك ذنبك حتى أنت ما تبدايق يمحو الذنب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب فمبنى هذه الشريعة أيها الأخوة على عدم الحرج حتى العبد إذا أذنب وتاب فإن الله عز وجل يغفر له ما مضى حتى إن العبد إذا كان مشركا أو كافرا وأسلام فإن الإسلام يجب ما قبله فالشريعة مبنها على رفع الحرج لكن ضمن ضوابط علمية جمعها العلماء جزاهم الله تعالى خيرا وهذا الحديث هو واحد من الأدلة على أن هذه الشريعة مبنها على رفع الحرج وعلى التيسير على العبادي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت بالحنيفية السمحة الدين سهل الدين يسير بس يسير ضمن ضوابط وليس يسير ضمن تفلط مرات يعني هلأ بالمقابل إنسان ما بيصلي ولا بيصوم بعدين بيقول لك أخي الدين ما بيحريش حدا الدين يسير لا هلأ هلأ هيك روحت الدين إنت إذا ما صليت ولا صمت صفينا بلا دين مرات واحد ما بينضبط بشيء من من أحكام الشريعة بيقول لك أخي الدين يسير إنت لا تشدد علينا الدين يسير لكن ضمن ضوابط وضمن يعني قواعد وضعها العلماء واستنبطوها من القرآن الكريم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم فالدين يسير مو بمعنى أنه راح يميع الدين ويذهب الدين بحجة يوسوس له الشيطان بأن الدين يسير لا الدين يسير ضمن ضوابط أصلا الدين هو تحميل ما فيه كلفة يعني بالأخير كمان فيه كلفة أنت تتحملها بس هذه الكلفة محمولة يستطيع الإنسان أن يقوم بها الآن صيام رمضان صعب كلفة تكليف بس هذا التكليف يعني قادر الإنسان أن يحمله وليس يعني يستحيل عليه ويشق عليه مشقة كبيرة الصلاة فيها كلفة بس هذه الكلفة محمولة الزكاة فيها كلفة وهكذا سائر أحكام هذا الدين فيها كلفة بس هذه الكلفة محمولة فإذا جاء إنسان وما أراد أن يتحمل أي تكليف وقال لك الدين يسر لا هيك يكون ذهب الدين وهو يظن الشيطان وسوس له بأنه يعني لا بأس عليه والحيئة يكون عليه بأس لأنه خالف قواعد هذا الدين تفضل وعن لقيط ابن صبرة رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح إسباغوا الوضوء إتمامهم الله يرضى عن الصحابة كانوا هكذا يأتون يسألون عن دينهم وأنت يا أخوان نصيحة سلو يعني لا تستحي من أن تسأل عن أمر دينك سئل سيدنا عبد الله بن عباس وهو حبر هذه الأمة أو بحر هذه الأمة قيل له من أين جئت بهذا العلم قال بلسان سؤول وقلب عقول أنا بسأل بس السؤال مو بس من أجل ملء الوقت وإنما مشان أعقل ومن أجل أن أفهم فالصحابي يقول يا رسول الله أخبرني عن الوضوء هكذا يأتون يسألون عن أمور دينهم حتى يتعلم الإنسان مر النبي صلى الله عليه وسلم في مجموعة من الصحابة ذهبوا في سفر فواحد منهم أصابت رأسه جراحته بتلك الليلة نام فاستيقظ جنوبا فقال أنا جنوب وإذا استخدمت الماء بالصحراء يكون يعني الحر شديد بالنهار والبرد شديد في الليل قال أنا ما بستطيع استخدم الماء إذا بدي اغتسل بالماء ربما هلكتو قالوا له لا نجد لك إلا النا بدك أبدا بدك تتحمى قال فاغتسل فمات فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الأمر قال قتلوه قتلهم الله هل لا سألوا إذ لم يعلموا سألوا إنما شفاء العي السؤال يلي ما بيعرف يسأل إنما كان يكفيه أن يضرب بيديه ضربتين ضربة لوجهه وضربة لكفيه تيمم يعني ينوب من لم يستطع استخدام الماء مريض ممنوع من استخدام الماء بإمكانه أن يتيمم شاهد بأن الصحابة الله يرضى عنهم سمى العامة كانوا يسألون والله عز وجل سجل أسئلتهم بعضها في القرآن الكريم يسألونك عن المحيط يسألونك عن الأنفال يسألونك عن الأهلة وإذا سألك عبادي عني سجل بعض أسئلتهم وكثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله هكذا الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم فالصحابي قال يا رسول الله أخبرني عن الوضوء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أسبغي الوضوء يعني أحسنه وتممه هذا أمر مهم يا أخوان إذا توضع أحدنا أخوان يعني ماهك يضرب الماء ضربا ويمرر ذراعه تحت الماء تمريرا لا أسبغ الوضوء بلغ كل عضو بالماء تبليغا صحيحا قال أسبغ الوضوء وإسباغ الوضوء سنة قال وخلل بين الأصابع تخليل بين الأصابع إذا كان الماء يصل لما بين الأصابع بدون تخليل فبيصير التخليل سني وإذا كان الماء لا يصل إلى ما بين الأصابع إلا بالتخليل بيصير التخليل فرد يعني في بعض الناس هناك تلاصق هيك بأصابعهم تجتمع إما بأصابع اليدين أو أصابع القدمين فهذا لابد يعني أن يخلل ليصل الماء إلى كل منطقتين من مناطق جلده لأن الوضوء لابد يعني غسل اليدين إلى المرفقين أو غسل الرجلين لابد يصل إلى كل الرجلين ومر النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى الموضآت فرأى أناسا يتوضؤون وعقب القدم ما وصله الماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار شايف منطقة صغيرة ما وصلت لأن الوضوء معناته ما صح فهلأ إذا كانت أصابعك متلاسقة يدين أو قدمين صارت تخليل فرضا وإذا كان لأ غير متلاسقة يصل الماء من دون تخليل صارت تخليل سنة قال أسبغي الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق هذا كل التخليل والمبالغة في الاستنشاق من إسباغ الوضوء من إتمام الوضوء من إحسان الوضوء قال بالغ في الاستنشاق يعني بمعنى أن تدخل الماء إلى أنفك ما استطعت لتنظيف الأنف قال إلا أن تكون صائما لأنه إذا كنت صائما وبالغت في الاستنشاقي يبدو يصير أنك تبلع شيئا من الماء هذا الحديث أما إذا لم تكن صائم فالمبالغة في الاستنشاق أمر جيد علماء قالوا بالنسبة للمضمضة والاستنشاق السنة كم مرة بالله المضمضة والاستنشاق يا جماعة ثلاث مرات السنة قال إلا إذا واحد كان عم يتوضى وتمضمض ثلاث مرات هو عم يتمضمض امبلع شيئا هو بأصده وكان صائما في نهر رمضان أنت وعم تتمضمض ثلاث مرات بأول مرة أو ثانية أو ثالثة امبلع شيئا أو حتى أنت وعم تستنشاق دخل شيء من الماء إلى جوفك ما حكمه الصيام قاله الصيام صحيح لأن الشارع أذن لك بأن تتوضأ ثلاث مرات فإذا ترتب على هذا الشيء الذي أمره الشارع هذه المخالفة دخل شيء إلى جوفك فصومك صحيح طبعا غير متعمل بس هلأ إذا واحد بنهار رمضان عم يتوضمض عم ساواهم خمس مرات بالمرة الرابعة بلع له شوي ما حكم صيامه قاله باطل خلص لماذا؟ لأن الشريعة أذنت لك بثلاث مرات فليش المرة الرابعة وليش الخامسة؟ فإذا بلعت شيئا في أربعة أو خمسة فإنك تفطر في واحد مران بيقول له لأرفيه وقال له لك والله لوما المضمضة والوضوء ما كنت قدر تكمل صومي عم يبلع له كل الشيء وهنا قاعدة الفقهاء السنبطوها قاعدة فقهية قالوا فيه الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه فالشريعة رضيت منك أنك تتمضمض ثلاث مرات فإذا تولد عن هذه المضمضة ابتلاعه شيء فالشريعة مسامحتك الرضا بالشيء الرضا بما يتولد منه هذه قاعدة فقهية بس كمان هذه قاعدة حياتية قواعدة الفقهية هي جهد كبير من علمائنا من خلال دراسة هيك فروع فقهية كثيرة يصنبطون قاعدة تصلح هذه القاعدة أن تكون حتى لمفردات الحياة في شاب سنة تانية بالجامعة شاف بنت آدمية ما بتحكي مع الشباب مسترة خلوقة شاطرة مؤدبة قام يجي قال والله أنا يعني بدي أكتب كتابي على هالبنت وما بحب أنه يعني ارتكب شيء مخالف للشريعة خلي شيء شرعي رحل عند أبو قال له أبي أنه أنا كيت 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 شوفوا لي هذه البنت يا أمي هاي رقم تليفونه احكوا معهن خلينا نخطبه قال له يا ابني بس أنت يعني ما عندك بيت ولا عندك دخل شهري وهلأ ما لك في وارد زواج قال له لا أبي أنا ما بدي هلأ نتجوز هلأ بس بنكتب كتاب وبدنا خاتم وأنا مصمم وشاري خاتم بس نكتب كتابنا ومنلبس خاتم قال له أنا ما إلتنا للبنت وهي آلم وفا هلأ هذا الشاب غايب عن باله أنه الرضا بالشيء رضا بما يتولد عنه أنت لما بنا نكتب لك كتابك وانت رضيان نكتب لك كتابك وانت يا بنتي لما رضياني أنه نكتب لك كتابك يتولد عن كتب الكتاب آثار الزواج آثار عقد الزواج تسعة بس نكتب لك كتابك كلها وان هدون بدون يترتبوا عليهم فالله المهر آثار من آثار الزواج فيترتب عليك المهر قال لا لا أنا ما اتفق معا بس خواتي يا حبيبي أنت لو اتفقت أنت معا بس بس نكتب لك كتابة لنفطر اتكتبنا لك كتابة او أنت من فرحتك قلبت ومتت من الفرحة يعني هالمرة بدا يطلع للمهر فورا فورا بنتاخد المهر طيب كمان يترتب على عقد الزواج النفقة الزوجية يعني بعد ما كتبنا لك كتابك وهي آيلتلك أنا رضياني والله بس خواتي ما بنشي بعد ما كتبت الكتاب ودسة الرجال قاعدين يعني جاهد الرجال قاعدة ندأها الباب آم هي عم تقول له لأبوها خاليني احكي مع مع زوجي أو خطيبي فقال لك وم شوف شو بدا بنت عمك آم طلعت لبرة قالت لك الله يوفقك بس اعطيني أربعين ألف مشان كوفرت الشعر ما فيت إلا شو ولأ لسه كتبنا الكتاب يترتب على عقد الزواج آثاره فآثاره المهر وآثاره النفقة الزوجية وآثاره المتابعة الزوجية كمان أنت بالمقابل متى ما كتبنا لك كتابك وقال لك الله يرضى عليك ما عد تطلعي إلا لحتى تطلعي معي أنا بيجي باغدك ما فيه تيجي تقول له شو ها لسه هلأ كتبنا كتابنا حتعمل علي بدك وما بدك يا بنتي أنت رضيتي إنه ينكتب الكتاب فالرضى بالشيء رضا بما يتولد عنه شو بس مو بس هاي إنه لبس خواتي من ذلك أيها الشباب وإيتها البنات هكذا يقول الفقه وهكذا يقول المنطق وهكذا يقول العقل السليم عفوا أنا لأنا لما ببيعك بيتي شو معنات ببيعك بيتي إذا رتب عليه إنه أنا ببيعك بدي سلمك البيت بدي اطلع من البيت أنا وأهلي وسلمك البيت قال لا لا أنا بس عقد بيني وبينك نكتب عقد وأنا بدي ضلي قاعد ببيتي تخيل واحد إذا تصرف هيك وأنا تهدر في بعقله شيء يا رجل أنت لما عقدت لبيع بيتك إذن يترتب عليه آثاره عقدة عقد زواج يترتب عليه آثاره إحنا ما عندنا أنه بس تلبيس خاتم بس نكتب لك كتابك خلص ترتبت عليك الآثار التسعة هلأ ماشي الحال هي أجلت شيئاً أنت أجلت شيئاً بريض الطرف التاني منيح بس هو إذا جئنا للمحاققة تترتب عليك الآثار جميعاً قال أنا ما هيك بدي إيه إذن لا تتزوج ولا تقول أنا بدي هذه البنت استنى حتى تصير قادر عندك مكان للسكان عندك دخل شهري مقبول بعدين روح تزوج طيب شو بدي أعمل أنا أعجبتني هذه البنت بالحياة هيعجبك كتير شغلة شو كل شغلة بتعجبك بدك تأخذها يا مام كلاتنا اللي قاعدين هون عاجبتنا كتير شغلة عاجبتنا سيارات وعاجبنا بيوت وعاجبنا طيارات وعاجبنا رحلات وما صح لنا ما أخذناها لأنه ما عندنا قدرة أن نأخذ هذه الأشياء وكل شغلة بتعجبك الطفل الصغير كل شغلة بيشوفها بتعجبه بيقول بدي أعمل شايف هو صغير لأنه طفل بس هلأ لما بيكبر بنضوج بصير بيعرف أنه أخي أنا هاي الشغلة بتعجبني بس الله ما عندي قدرة أن أحوزها فهذا الحديث قال وبالغ في الاستنشاقي إلا أن تكون صائما واحد من شواهد هذه القاعدة الرضا بما يتولد منه فلما رضيت الشريعة للصائم أن يستنشق فقد رضيت أن إذا لا سمح الله ابتلع شيئا أن يكون صومه صحيحا بس من دون مبالغة لأن الحديث يقول وبالغ في الاستنشاقي إلا أن تكون صائما حتى لا تبتلع شيئا الحديث رواه أبو داود والترمذي وقال حديثا حسن إن شاء الله نتابع في الدرس القادم وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين اشبع لنا يا حبيبا لله شكرا